وليلة القدر بالنسبة للساكنة بير جندوز وهي آخر نقطة حدودية تربطنا بموريتانيا الليلة تحييها الساكنة في مسجد جديد هو الأكبر في المنطقة شهيدة على مساحة إجمالية تقدر بتسعة ألاف متر مربع سيتسع لأزياد من ألف وستمائة مصلي هي منارة تنفتح أيضا على العابرين للقارة السمراء من هناك زكريا عبد المشيد ويونس الحبشاوي هو المسجد الأكبر بمركز بير جندوز المتاخم للحدود الجنوبية للمغرب على مساحة إجمالية تصل إلى تسعة ألاف متر مربع تم تشيد هذه المعلمة الدينية بمواصفات مغربية أصيلة هي منارة للإشعاع الديني ليس فقط لساكنة الإقليم وإنما لكل العابرين من وإلى إفريقيا محتاجي لهذا المسجد هذا بالنسبة للمنطقة وبالأخص في شهر رمضان كنا بالنسبة لصالة التراويح وهذا الحمد لله بدير جيد جئت لهذا المسجد لكي نصلي الصلاة التراويح وجئت من طرف المندوبية الشؤون الإسلامية ونستجيوا لهذا المسجد وفرحانين لأن المسجد صندر لي قام فيه الصلاوات المسجد يتكون من قاعتين للصلاة ومرافق أخرى تم بنائه في ظرف عامين بغلاف مالي يفوق تسعة ملايين درهم هذه المعلامة الشامخة تحتوي على مجموعة من المرافق منها قاعة للصلاة للرجال تسعة وتقريبا 1600 مصلي وقاعة للنساء تسعة وتقريبا 200 مصلية وقاعة لتدريس القرآن وقاعة كذلك لمحو الأمية بمجموعة إضافة إلى مجموعة من المرافق الأخرى استغرقت عملية البلاد تقريبا ما يزد عن سنتين هي معلمة جديدة تنضاف إلى مجموع البنايات المشيدة بمركز بيرغندوز الحدودي الهدف المساهمة في إعمار هذا الإقليم الفتي الذي يعد نقطة التقاء المغرب بعمقه الإفريقي